مرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لا في كيفما تعاوتوا في كل يوم معنا أحبار أحداث جديدة أو متنوعة اليوم بيش نحكيه على التبريب هشام المشيشي لوضعه من الزيادات وقال أنه بعض الزيادات تم إقرارها منذ 2018 كشف رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الجمعة 4 جوان 2021 أن بعض الزيادات في أسعار المواد الأساسية تم إقرارها منذ 2018 وتم تأجيلها فقط لخدمة حسابات انتخابية مما أدى وأفضاء إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد حسب قولي وأضاف المشيشي خلال إشرافه اليوم على تسليم سيارات من وليد المتحدة لفائدة وحدات الأبحاث في قضايا الإرهاب بيثكنة العوينة أن الحكومة الحالية منكب على إنقاذ البلاد وليست معنية بالاستحقاقات الانتخابية وفق لما ذكرته لإذاعة موزايك بربي شنو إنقاذ البلاد كش ننقذ فينا مشتو قتلونا زي 250 فرنك كيمنا في السكر تكون ننقذوا البلاد واعتبر رئيس الحكومة أن الزيادات الأخيرة تأتي في إطارة تعديل خصوصا وأن الوضعية المالية والاقتصادية لم تعد تحمل ومهددة بالإنهيار أي شنو أنتم تهدوها تخليوا الدنيا على رئيسنا ومن بعد تقول لك لأي زيادة أخير من فوقها لا يهمك في المواطنة لا يهمك في المواطنة لا يهمك في المواطنة لا يهمك في المواطنة حتى ننقذها كيف تحب ونعاونه بلدنا لا تنسوا لايك واشتراك واتفعيل الجرس ونقل لكم باي باي اشتركوا في القناة